موسيقى اهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الاخباري اشهد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي اشهد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لاجاد حل سلمي وشامل للازمة اليمنية واكد البداوي ان جولة المخادثات الحالية التي تستضيفها مدينة الرياض هي خطوة من الخطوات المهمة المبدولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن متمنيا لجولة المفاوضات النجاح والخروج بنتائج ايجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للازمة اليمنية لتنعم اليمن وشعبها بالاستقرار والامان والتنمية والازدهار عبر نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الوعيد روس الزبيدي عن سعادته بالمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين واشار الزبيدي الى ان ذهابه الى نيويورك هدفه لقاء صناع القرار الاقليمي والدولي اعادة قضايا بلادنا الى واجهة الاهتمام الدولي واكد الزبيدي انه سيحرص من خلال المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ان يسمع الغالم والاقليم صوت شعب الجنوب اقرت ميليشيات الحوثي الارهابية بمسرع ستة من قيادتها الميدانية ينتحلون رطبا عسكرية عليا عفق وسائل اعلام حوثية فقد تم في صنعات شيع ستة من القيادات لقوا مصرعهم في جبهات القتال المختلفة يشاروا الى ان ميليشيات الحوثي نفدت محاولات تسلل فاشلة في جبهات الساحل الغربي ومأرب وشمال الضالع وشمال الحج زار محافظ ابيان اللواب بكر حسين وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي هيثم الغريب وفريق متابعة ومراقبة المشاريع مشروع سد ودي حسان الاستراتيجي بمحافظة ابيان بتكليف من ابو زرعى المحرمي وطلب المحرمي من محافظة المحافظة ومدير عام مدرية خنفر تقرينا من اللجنة للبدء في تعويض الاهالي الذين تقعوا مساكنهم ومزارعهم في حرم سد وادي حسان ويولي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد الوية العمالقة الجنوبية اهتماما كبيرا بالمشاريع الخدمية والتنموية ويحرص ايضا على نجاحها وانجازها في الموعد المحدد لها وصل اليوم رائد الفضاء الاماراتي الى ارض الامارات بعد ستة اشهر قضاها في محطة الفضاء الدولية انجازها خلالها بنجاح مهمة طموح زايد اثنان وبهذا يصبح النيادي اول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ويعزز هذا النجاح ريادة الامارات عالميا في قطاع الفضاء اذ اصبحت دولة الامارات العاشرة عالميا في مهمة السير في الفضاء خارج المحطة الدولية كما يضاف هذا الانجاز التاريخي الى سجل اسهامات العالم العربي في استكشاف الفضاء الخارجي هايك الموجز للقاء